بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة صالحة لكل زمان ومكان باعتبارها الشريعة التي ختمت بها الرسالات السماوية فلا نبي بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعده يوحى إليه فإن القرآن الكريم اكتمل وتم ولا يمكن الزيادة عليه ولا النقص منه لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى أن قطع الوحي بانتقاله الشريف صلى الله عليه وسلم وهذا الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مصدر الهداية ومصدر الرحمة ومصدر السعادة ومصدر الإصلاح والصلاح ولا يمكن أن يتم إصلاح ولا صلاح إلا بهذا الهدي الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول فيما يرويه الإمام مالك في الموطأ يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة فكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم الأساس الذي انطلقت منه الحياة وانطلقت منه السعادة لكن كل ذلك لا يكون إلا بفهم سديد لنصوص الخرآن الكريم ولنصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك العلماء حتى عندما يستنبطون أدلة ويقولون بأننا سنأخذ من هذه الأدلة أحكام فإنهم يقولون لا نعتبر الأدلة إلا إذا اعتبرها أولاً القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا دليل يعتبر ويستنبط منه ويؤخذ منه الحكم إلا إذا دل القرآن الكريم أولاً ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الدليل هو حجة وهو معتبر ويصلح أن تأخذ منه الأدلة أما إذا لم يشهد القرآن الكريم ولا السنة النبوية المشرفة لهذه الأدلة بالاعتبار وبالحجية وبكونها صالحة فإننا لا نستطيع أن نعتبر دليلاً لم يعتبره القرآن الكريم ومن ثم المرجع في النهاية هو القرآن الكريم وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء وفي كل التفاصيل والمسلمون بزلوا جهوداً عديدة وحثيثة ومتقنة في سبيل وضع القواعد ووضع الأصول ووضع الضوابط ووضع الأسس التي بناء عليها نفهم القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المنهجية الحكيمة التي ورثها الصحابة الكرام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تكلمنا عنها قبل ذلك ثم ورثها بعدهم التابعون وتابع التابعين إلى أن وصلت إلينا في زماننا الحاضر هذه المنهجية لم تكن أبداً تورث ولا تعطى لأحد كهيبة وإنما تعطى له نتيجة جهد ونتيجة عمل ونتيجة مزاكرة ونتيجة سهر ونتيجة ملاقاة للشيوخ ونتيجة جلوس بين أيديهم والتأدب بأدبهم وهكذا لم تكن بين يوم وليلة يستطيع إنسان ما أن يكون عالماً أو أن يكون فاهماً فهماً سديداً رشيداً لنصوص القرآن الكريم ومن هنا نشأت قضية التخصص نشأت قضية أهل الذكر التي قصدها القرآن الكريم عندما وجه المسلمين وقال لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإن كنت لا تعلم شيئاً فينبغي عليك أن تذهب إلى أهل الاختصاص أن تذهب إلى أهل الذكر كل في مجاله وكل في اختصاصه لو قلنا بغير ذلك نأتي إلى منطقة خلل لو أننا قلنا بأن كل أحد يمكن أن يفهم القرآن الكريم وأن يفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرداً هذا الفهم عن التعليم وعن المنهجية وعن المذاكرة وعن التعلم الحقيقي للعلوم المختلفة التي بها نفهم القرآن الكريم لجأنا إلى غير أهل الذكر ولذلك نجد خللاً في هذا الزمن لأننا وجدنا أناساً يتصدرون المشهد ويفتون الناس ويتكلمون بالرأي في هذا الدين مع أنهم ليسوا من أهل الاختصاص ولذلك أوجدوا إرباكاً في المشهد وأربكوا الناس وحيروهم بهذه الفتاوى التي لا حصر لها فينبغي على من يتصدى لكي يظهر الرحمة حقيقة التي جاء بها القرآن الكريم وجاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الفهم السديد إنما يكون من أهل الاختصاص ولا يكون من غيرهم لكي تكون الرحمة مؤدية رسالتها للعالمين وللمجتمع الذي نعيش فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم